شكوك وأدلة دامغة أخرى تتهم إيران بزعزعة الاستقرار على الساحة الدولية وفي عرض البحر تحديداً فعلى خلفية الهجوم الإسرائيلي على سفينة سافيز وتضرورها في أبريل الماضي تلك السفينة التي اتهمتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020 بأنها سفينة عسكرية سرية تعمل بإدارة الحرس الثوري الإيراني رصدت الأقمار الصناعية مؤخراً تحركات السفينة بهشاد الإيرانية والمسجلة كسفينة شحن عامة وهي تغادر ميناء بندر عباس في أوائل يوليو لتصل إلى وجهتها بعد تسعة أيام وتحل محل سفينة سافيز المثيرة لشكوك كما رصدت تحركات سافيز وهي في طريق عودتها إلى إيران وتقبع حالياً جنوب عمان الاتهامات تشير إلى أن سافيز استخدمت لجمع معلومات استخباراتية والأهم من ذلك بأنها كانت تساعد ميليشيات الحوثي في اليمن الدلائل التي نشرت والتي توفيد بأن سافيز وهي سفينة تجسس تتحدث عن رجال يرتدون زياً عسكرياً شوهد على متنها قارب يستخدمه الحرس الثوري الإيراني شوهد على متنها السفينة كانت تقوم بدوريات في المياه قبالة الشواطئ الغربية لليمن ولمدة خمس سنوات كل هذه الأحداث تدور بينما يحرز المفاوضون الدوليون تقدماً في مفاوضات لعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي ترفضه إسرائيل قطعاً التصعيد بين إيران وإسرائيل بدأ بالأساس بتعدي إيران على السفن الإسرائيلية واعترافها صراحة بهذا الأمر مما أثار غضب إسرائيل لترد بهجوم وصفته بالانتقامي على سفينة سافيز أضف إلى ذلك سلسلة من الهجمات المتبادلة أغلبها في أعالي البحر وهي هجمات ظلت حتى الآن ضمن قواعد اللعبة إلا أن أي خطأ أو سوء تقدير قد يؤدي إلى انفجار شامل بين إسرائيل وإيران وعلى أكثر من جبهة